موسيقى أعزائي المشاهدين أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حوار عن قرب دفنا النهاردة هو الدكتور زاهي حواس الدكتور زاهي حواس من أشهر علماء الآثار والمصريات في العالم شغل منصب وزير الآثار وحصل على الكثير من الجوائز المصرية والدولية لقب بإنديانا جونز المصري واخترطه مجلة التايم الأمريكية سنة 2006 كواحد من أهم نية شخصية مؤثرة في العالم أهلا بحضرتك دكتور زاهي أهلا وسهلا بشكر حضرتك على تلبية الدعوة لا تشرفنا بيك في علماء آثار في مصر على قدر جبير من العلم والمعرفة لكن الحقيقة حضرتك متميز ومتفرد لأن حضرتك قدرت تبقى المرجعية الأولى لكل ما هو متعلق بالآثار المصرية على مستوى العالم إيه سر النجاح على المستوى الدولي؟ لا هو أشوف يعني أنا أعتقد يعني نمرة واحد إن أنا يعني لي يعني ما أعتقدش إن فيه يعني حد من العلماء الأجانب أو المصريين كتب يعني كمية الكتب اللي أنا كتبتها أكتر من ست كتاب عالمي وأكتر من متين مقال علمي لكن طبعا السبب الأساسي في رأيي هو العشق إن أنا عشقت الفرعنة وعشقت شغلتي ودايما أي إنسان بيعشق عمله بيوصله للقمة ورغم طبعا إحنا عندنا في مصر المشكلة طبعا إنت ما بتعشق عملك وبتنشهر بتلاقي سكاكين يعني طابور أعداء النجاح في مصر غير طبيعي يعني إنت ممكن تقدر رس وقتك بتدفع عن نفسك من الطابور ده أنا بقى ما كنتش يعني أعطي للطابور ده أي اهتمام حتى الآن أنا طول حياتي بسبب نجاحي أنا زي الأطر بمشي باشتغل ما ببصش لايمين وليش بال حضرتك كتبت المقال في المصر اليوم سنة 2022 بتقول فيه إن هورد كارتر مكتشف مقبرة توت عن خايمون سرق بعض مقتنياتها ممكن حضرتك تكلمنا أكتر عن الموضوع ده هي المشكلة كلها لما لورد كارنفون كان هو بيمول المقبرة فتمويل مقبرة وكشفت عن خايمون كان في دماغه إن هو دفع خمس تلاف سترلينة عايز يبقى مين مية فبعد كشف المقبرة لما طلب لورد كارنفون وهورد كارتر إن هما ياخدوا خمسين في المية من الكشف لأن القانون في الوقت اللي كان القاتي إذا كشفت مقبرة كاملة لم تسرق من أيام العصر الفرعوني المكتش ما ياخدش حاجة من مصر أما المقبرة إذا ما كانتش كاملة خمسين في المية لنا وخمسين في المية لهم فطبعاً لورد كارنفون وورد كارتر في وجوءه بإن مش ياخد حاجة لأنه قال له ده المقبرة دي لم تسرق من قبل حاول إن هو يجيب بعضه على عمال أثار عشان يثبته إن المقبرة دي تسرقت وفحلت المقبرة دي دخلها اللصوص براتين لكن ما سرقوش منها حاجة فإذا لورد كارنفون الجنن أول حاجة عملها إدى حق الكشف الحصري لجورنان لندن تايمز فأصبح هو الجورنان الوحيد اللي بيكتب عن المقبرة والبقين ما بيكتبوش حاجة خالص فطبعاً حصلت مشاكت جداً وفي النهاية اللورد كارنفون مات بنته إفالين كملت المسيرة لكن أنا بعتقد إن اللورد كارنفون وبنته سرقوا أثار كتيرة وهذه الأثار سجلت في كتاب عمله توماس هوفينج مدير ماتحف المتربولات السابق اسمه أنتولد ستوري أوف توتعان خامون القصة التي لم تقال عن توتعان خامون لكن الدليل عندي إن توتع إن هورد كارتر أخد أثار من المقبرة إن أنا وجدت تسعتاشر قطعة أثارية مش رائعة حاجات بسيطة موجودة في ماتحف المتربولاتن وطلبت من موديل المتحف كامبل وقلت له يا مستر كامبل أنا عايزي الأثار دا ترجع وفعلاً قدر إن هما إن أنا أرجع هذه الأثار تاني لكن في دليل لأحد التماثيل المهمة اللي كان متغلفة عشان تتسرق مين اللي عمل كده؟ ناس تقول هي ورد كارتر وناس تقول لا فأنا يعني بقولك هي دي الحقائق إن ورد كارتر تسعتاشر قطعة اللي أنا عارف عنهم خدناهم ورجعناهم مصر لكن في كتاب توماس هوفنج العديد من الأثار اللي خدها كارتر أو خدها لورد كارتر لكن برضو في النهاية عايز أقول إن ورد كارتر عمل عمل عظيم جداً في ترميم خمس تلاف تلتمية تمانية وتسعة قطعة وعمل عمل عظيم جداً في الحفاظ على هذه الأثار وكان رجل محترم ودافع عن العمال في منطقة سقارة لما المجموعة فرنسية أهنوهم واضطرت الحكومة تنقله لكن هو كان أنا بعتقد أنه كان من الناس اللي علم نفسه بنفسه رغم أنه ما كانش يتعلم خالص وقدر يبقى من أهم الأثارين في العالم كله في خلاف علمي بين حضرتك من جهة وبين الكاتب الإنجليزي جراهام هانكوك لا 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 ما تقولش بقى ده كاتب ولا حاجة ما فيش خلاف علمي ده راجل بمتخلق يعني أنا آسف بيقول كلام ليس له صلة بالعلم هو الحقيقة هو وروبرت بوفال أيوه هم ثلاثة ليهم نظرية هم ثلاثة مختلفة أي دول ثلاثة واحد اسمه روبرت بوفال مصري بلجيكي والتاني جراهام هانكوك جنيزي والرابع جان أنت موست بيقولوا إيه إن بالمعنى الأبو الهول والأهرامات ده ما بناوش المصريين ده النازق من قرر بقول أطلالتس هم اللي بناها زي الحضارة حضارة قبل حضارة الفراعلة هم بيدعو يعني ما نوش صلة بالفراعلة لكن ما تقدرش تقول عليهم إنهم علماء ده ناس ما نهمش أي صغة علمية ما تقدرش تقوله إنه بيكتب أي داية واحد لكن ليس لهم صلة لا بالعلم ولا بالعلماء إطلاقا ليه؟ تعالوا بقى نشوف هم بقولوا كلام ماليش أساس بالصح إن الأهرامات دي اتبنت على أساس الأوراين نجوم الأوراين وهم بقى لخبطهم يجيبوا بعض الأهرامات مع النجوم والأوراين التاني مش مع النجوم لكن أنا هرد عليهم بحاجتين والحاجة الأولانية إنه إحنا كشفنا مقابر العمال بناء الأهرام والحاجة اللي بعاها أيضا إنه مش هرم خوفه دا اللي جاه فجأة روح شوف أهراماتها بو سنفرف ضحشور عندنا 120 هرام فالحضارة المصرية تسلسل لكن أهم كشف عثر عليه في الثلاث سنوات الماضية اللي بيضح حتى كل حاجة بيقولوها هي الكشف عن برديت واد الجرف اللي عثر عليها من ثلاث سنوات في سيناء في ميناء واد الجرف عبارة عن دايري لأحد رؤساء العمال اسمه ميرر كان رئيسة 40 عامل بيقولك اتكلمنا الأول مرة عن بناء الهرم ونسبة هذا الهرم إلى المالك خوفه والبردية هي شهادة رائعة وكشف هم جدا بيضح حتى كل ما بيقولو بعض الغير متخصصين عن الأهرمات دي البردية اللي حضرتك قلت انها أهم اكتشاف في القرن دي أهم اكتشاف في القرن الواحد والعشرين هي بردية واد الجرف لأن دي الأول مرة هناك بردية كاملة بتكلمنا عن بناء هرم المالك خوفه وكشفت أسرار بناء العرب لأول مرة طبعا كشفت الزي كان بيقطعوا الحجارة كان بنقلوا الحجارة الزي عن ملاكب مو بيقولك أنا بنقلها من ترى عشان روح الهرم أبيت بالليل وقوم الصفحة العمال التاني روح هناك يعني بيشرح لنا شرح كامل عن ما يخص بناء الأهرمات وعن اسم هرم المالك خوفه وعن خوفه اللي كان عايش في قصر في منطقة الجيزة نفسها الكتابات دي يا دكتور زاهي هي كانت نوع من أنواع التاريخ عند الفرعنة يعني كان لا الديبنز يعني دي عبارة عن دايري بتاع واحد رئيس عمال بيحكي لنا عن حياته من خلال حياته كان رجل بيشتغل في بناء الهرم فبيحكي لنا إزاي كان بقطعوا الحجارة إزاي كان بنقلوا الحجارة فإذا هناك ده توثيق كامل لأول برة بيضحط أي كلام بتقال عن الأهرمات أو أبو تولي مناحن بيجن قال أنا سعيد أن هروح مصر علشان هشوف الهرم اللي بناء جدادي هو ليه يهود دايماً بيدعوا أنهم بنات الأهرمات أنا يعني للأسف شديد هقولك حاجتي الحاجة الأولانية طبعاً هو بيجن لما قال هذا الكلام واللي شرح له المرحوم نصف حسن كان مدير الأثار الهرم وأنا كنت مفادش الأثار وقفت قدام الصحفيين وشرحت لهم إن لو صح أن اليهود كان موجودين في مصر دول جم ألف سنة بعد بناء الأهرمات ونمرأ اتنين في مقابر أمال بنات الأهرم لم نعثر على اسم أي واحد أبراني اطلقها فإذن اليهود لا يسرهم سلة بالأهرمات لكن النهاردة وهذا الأسبوع أحد الأكاذيب الإسرائيلية مش اليهودية لأن أنا بحترم الديانة اليهودية لكن إسرائيل دايماً بتضحط الحقائق قالك إن زي حواس بيحاول يقول إن ما كتب في التوراة غير موجود وإن أنا بكره إسرائيل وهذا الكر بيخليني إن أنا أقول إن هما مجوش مصر وليس هناك سلف الأسر وأنا رضيت عليهم من بارح وقلت الآتي أولاً أنا ماليش دعو بالكره والحب هما بتكلموا عن حاجة غريبة جداً ودائماً هما بيحولوا المنطق حقيقة اللي هو الكذبة حقيقة ليه؟ أنا بتكلم كعالم أثار بقول ما كتب في الكتب السماوية مش الكتاب المقدس مش التوراه بس لا التوراه والإنجيل والقرآن ما كتب في هذه الكتب عن أنبياء الله اللجوم مصر زي سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى لا يوجد في الأثار عنهم أي حاجة أطلقى هل ده أنا بكذب الكتب السماوية؟ لا أنا بتكلم بقول أنا راجل في الأثار علم أثار ما فيش حد دين حاجة عن سيدنا إبراهيم ولا سيدنا يوسف ولا سيدنا موسى ليه؟ لأن المصر القديم بالمعنى البلدي عشان يروح الجنة عشان يبقى إله لازم يعمل أشياء معينة في حياته يبني مخبرة عشان يندفن فيها يبني معابد عشان يتعبت فيها لنفسه ويعبت فيها الألهة ويوحد مصر العليا والسفلة ويقدم القرابين للألهة وبعد كده الحاجة الخامسة أنه هو يهزم أعداءه بالظبط يعني أنت بذاكر أوه إذا عمل الحاجات دي بيبقى إلهة فبص إنت في المقابر جميع المقابر مثلا في البر الغربي في القصر مقابر الملوك تلاقي كل اللي فيها كتب سماوية كتب النهار الليل بوابات كله بتساعد الملك عشان يطلع للسماء والمناظر التانية بيقدم قرابين عن معابد المناظر بيضرب الأعداء بيوحد بيقدم القرابين حتى المناظر دي ساعات ما لهاش أي معنى تاريخي لأنه عندنا منظر مثلا لفرعون في القصر الخامسة بيضرب واحد ليبي اسم الليبي موجود وراها مراته اسمها مكدود ميت سنة بعد كده نفس المنظر على معابد تاني فانا إذا برنامج الموضوع اللي وضعوا الفرع لإذا هؤلاء الأنبياء لا يمكن يدخلوا في هذا البرنامج الهكسوس انت عرفت عنهم من زي تلميذ أحد في الكرنك سمع طردهم كتب القصة لكن لا يمكن تلاقي حاجة عن الهكسوس على معبد الكرنك أو معبد الأوسر فإذا أنا اتكلمت من خلال هذا المنطق وقلت ببعض الأحيان حنا دينا كلام مقبرة سماء بتاعت خنوم حتب في بان حسن عليها 37 أسيوي لابسين ملابس موزار الكاشة زاهية مش ملابس مصرية رئيسهم بدأ اسمه إبشا المصر القديم عمره ما كان بدأ بعض الناس اللي بدرسوا التوراة قالوا ان احتمال يكون إبشا هو سيدنا إبراهيم ما نعرفش عندنا قصة سيدنا ويسف لما هو السنة سبع سنوات العجاف المية ما كانت في بتيجي وهو نصح الفرعون والمية جاد عندنا قصة بتتشابه مع هذه القصة لكن لا يوجد اسم سيدنا يوسف فيها لا يوجد دليل اسم سيدنا يوسف القصة بتقولي ايه كتبت في العصر الروماني بتقال ان زمان أيام الملك زوسر اللي بنى الهرى المدرج مصر كان فيها سبع سنوات ما من مية بالجيش فراح خد رأي وزيره ام حتب فاهم حتب قال له قدم قرابين للالها اللي بتسيطر على منابع النيل في اسوان راح زوسر ينام جالوا الى خنم قال لأ ده انا الاله الذي يسيطر على منابع النيل وقدمه القرابين وما يجد بالنسبة للعبرانيين اليهود فيه لوحة عندنا في بلدها المصري اسمه لوحة مرب بتاح الاجانب بيقولوا عليها لوحة اسرائيل عليها نص من شاعر من الشعراء بيمجد في مرب بتاح انت اعزم الملوك واوة وفي الاخر وشعب اسرائيل ابيده وانتهد بزرته اغلب علماء الاثار في العصر الحديث قال لك ان كلمة اسرائيل غلط لكن اذا كانت كلمة اسرائيل صح يبقى اذا العبرانيين جود مصر طلعوا امتى من الفرعون خروج من سيدنا موسى ما عندناش في الاثار اي دليل وده ردي على الكلام اللي بتقوله اسرائيل دلوقتي وبتقول ان انا بجذب وبقول كلام غير حقيقي وان انا ضد وبكره اسرائيلي فهو رد العلمي اللي انا بقوله حضرتك دلوقتي حضرتك علقيت كلمة في جامعة اوكسفورد قلت فيها ان المتاحف لازم تمتنع عن عرض الاثار وانها لازم ترجعها وحضرتك اديت امثلة بحاجر رشيد المتاحف البريطاني وراستر نيفرتيتي والقبة السماوية خاصة بمعبة ضندرة بس انا عندي سؤال لحضرتك محدد ليه المتاحف والدول دي بترفض انها ترجع الاثار اللي طلعت من النصر الطريقة غير مشروعة وليه حضرتك قلت انها بتمارس سياسة استعمارية انا شوف لما رحت طلاب جامعة اكسفورد بعملوا اعظم مناظرة كل تلات سنين بيجيبوا فطاح للعالم في كل موضوع من سنوات بسيطة قالوا هنعمل مناظرة عن عودة الاسهر نجيب زي حواس ونجيب المعارضين اللي زي حواس المعارضين اللي هي كان مين الرئيس بتاعهم كان رئيس مؤسسة بول جيت في امريكا ورؤساء متاحف اربا وانا كان معايا تلميز من التلامزة انا كنت كاتب سبيتش رحت طبعا لو شفت يعني الحقيقة الطلبة والجمال وانا نفسي الطلاب جامعة الغارة يعملوا حاجة زي كده حاجة كلهم لابسين تاكسيدو والملابس الجامعة الطالب اللي بيقدم مسؤول عن هذا الموضوع بيعمل حاجة على اعلى مستوى يعني حتى انا بفكر دلوقتي نكتب بقالة عشان طلب الجامعة القهارة يعملوا نفسك او جامعة عينش سامسك او اسكذا ايه فكنت كاتب بقى سبيتش هم قاموا قال لك القاتل يا ناس القصار دي لو قامت صورة في اي بلد من الدول العربية هيدمروا القصار ده بيرمموا القصار غلط ده بيتحفهم متخلفة من زي ما تحفنا العظيمة فانا قمت كنت كاتب سبيتش ولتهم لا انا مش هقرأ لسبيتش ده وكلمتهم ولتهم شوفوا بقى ارد عليكم الاول احنا قاموا عندنا صورة القصار بخير انتو النور اطفى عندكم في نيويورك نيويورك خربت متحفنا احنا عندنا اعظم متحف في العالم لا يوجد عندكم متحف لا في امريكا ولربا زي متحفنا انا وفاروق حسني عملنا اعظم متحفين في العالم المتحف المصر الكبير اهم مؤسسة ثقافية في القرن الواحد والعشرين ومتحف الحضارة غير المتحف التانية اللي موجودة لقصر ومتحف شرم الشيخ في كل مكان نهضة ما حصلتش مش عندكم التنميم الخاطئ احنا اذا كنا رممنا حاجة خطأ انتو عندكم ميت حاجة خطأ وفي نهاية قلت لهم انا مش بطالب برجع الاثار دي كلها انا مش عايز الاثار دي كلها انا بطالب ان الاثار الفريدة تتعرض عندنا سنة 2010 بعدت جواب للمتحف اقول لهم انا عايز رصد فرتيتي وعجر رشيد والقبة السماوية عندنا ثلاث شهور في افتتاح المتحف الراسر الكبير قالوا لا طب الزمة دا كلام يبقى قصرنا بطلب اعارتها فانا حتى اعلنت في الوقت دا مقولة وقلت ايو الميك دير لايف ميزرمول فعلا ان انا هخلى حياتهم يعني تعسى ما قالوش سبب الرب واحد بقى يقولك ايه دا انا خايف يجوا عندكم تقوم مزارة في مدان التحيط ما تتجعوش رات نفرد دي حيا واحد يقولك لا انا قطعة بتاعة اللوفر دي هشة وتخافت تكشر بالسفر كلام فارغ بس حداك حتى ربيت على اول تصريح وقلت احنا ملتزينين بعقودنا طبعا انا قلت we are not the pirates of the carpean احنا مش مش قراصنة البحر الكريمبي عشان امضى عقدي معاك وقلت لأ قبلش ارجعها فأنا طبعا قلت في المناظرات ان انا بطلب بس دي لمدة ان انا بطلب دي تعالة في النطحة بالكبير او ترجع على مصر وان المتاحف تبطل التصرفات الاستعمارية بمعنى زمان اصارنا اتسرقت بالقوة كان هناك يعني ريب اغتصاب للهر النيل لازالت المتاحف حتى الان في اوروبا وامريكا بتشتري الاصار المسروعة شراء الاصار المسروعة نفس التصرفات الاستعمارية اللي في الماضي ان انا اما بشتري اصار من واحد حرامي باشجعها يروح تاني يدمر مقبرة ودمر مخزن ودمر معابد عشان يسرق حاجة تب يحصل لغاية النهاردة ده النهاردة طبعا لكن طبعا الاصار سرقتها سقلت لان عندنا سورطة للسياح والاصار وفي حراسة جامدة مزاي الماضي لكن دلوقتي لازال اصار في 2011 تسرق اصار كتب جدا بتتبعها دلوقتي في المتاحف عرضوا الموضوع للديبيت للفوت تصويت كل مفيش صوت معهم غير عشرة في المية وانا تسعين في المية من الطلبة قالوا ان احنا بنوافع على كل اللي قالوا زي حواس وده الحقيقة من احلى الحاجات اللي انا عملتها وساعد بها جدا ان انا ديرت اقنع الناس فانا عملت ايه انا بعتت اول جواب عشان ارجع حجر اترجع راس نفرتتي وردوا علي وقالوا احنا عايزين الجواب ده يتمضم الوزير كنت انا بقت وزير لا ما كانش فيه وقت ان احنا نرد على الناس دي ايام المشاكل اللي حصل التأثير وحتاصة لكن انا عملت دلوقتي وثيقة عشان ارجع حجر رشيد والاقبة السماوية مضى على هذه الوثيقة تلتبئة الف واحد حتى الان وانا منتظر ان المصريين يفوقوا ويعرفوا ان مهم جدا يا جماعة نرجع عثرنا بقول كلمة يفوقوا معناها ايه معناها ان انتو بصوا امضوا مش عايز غير توقعات تمضي عشان لو وصلت الى مية توقع اقدر ارجع هذه الاغثار وبعد كده ابدأ مليون توقع اه ابدأ اطلب عودة راس نيفردين وهل في محاولات رسمية من جانب الدولة لاسترداد حضر رشيد لا مفيش اي محاولات رسمية اطلاقا انا المحاولة الوحيدة اللي كان عملتها زمان لما رحت عمل محاضرة في المتحة البريطاني وعملولي عشها بعد المحاضرة في الجالري تاعت الاثار وقام مدير المتحة رحب بيا وانا قمت عملت محاضرة وبعدد قلت اهزر معهم فقلت لهم انا الوحيد اللي بعرف يكلم الفرعنة وانا قاعد دلوقتي بتعش جال الملك رمز الستاني وقال يا زاهي انا وحاجتنا مصر انا بقال هنا مئة سنة في البرب فعايز ارجع معك وبعد كده جات حجم وستالت قال لنفس الكلام وبعد كده جملة اتنين قالولي لا خد حجر رشيد لان حجر رشيد هو رمز للهوية المصرية واحنا بعدين تيجي تاخدنا قلت الكلام ده بهزار الصحافة خارته والدنيا تقلبت في العالم كل لكن لم يحدث ان احنا قدمنا جواب رسمي لعودة حجر رشيد لكن بعد الحصول على توقيع مليون شخص بإذن الله نقدر نطالب رسمي بحملة شعبية لان اليونان دلوقتي بتطالب بأسرها أثيوبيا بتطالب بأسرها بالمتحف بريطاني والمتحف بريطاني اصبح متحف سيء السمعة لان يتسرق منه 2000 قطع في ثلاث في سهول الماضية ازاي متحف عالمي زي بتاعهم ده يتسرق منه 2000 قطع هلأ انا دلوقت اأمن عجر رشيد ان يتواجه في ماتحف بريطاني ده اعزائي المشاهدين فاصل وحنكمل حوارنا مع الدكتور زاهي حواس وجدت انهم بزيف الحقائق كل بطرة كانت مقدونية حتى لو كانت مصرية لو لا المشير تنطوي كان المتحف المصر ده نهب انا لم اجد امامي ان الجبوع كانت نزلت معيني لانا كان منظر مؤثر بالنسبة لي جدا اسكندرية كلها مبنية كل المنطقة الملكية دي في يوم من ايامنا مابنى امامي لأو مقبرة اسكندر الاكبر ايو 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 اهلا بحضرتك مرة تانية دكتور زاهي شرفنا بيك عايز ادعم حضرتك واوجه لساذة المشاهدين رسالة ان الوثيقة او الانتماث موجود في اول بوست بوست سابت على صفحة دكتور زاي حواس على الفيسبوك بالانجليزي دكتور زاي حواس دي ار ضت زاي حواس حضرتكم ممكن تخشوا على البوست ده وتلاول الوثيقة وتمضوا عليها الكترونيا عايز اروح مع حضرتك للمغنية العالمية بيونسي وكان في موقف حصل معاها في حضرتك بعد زيارة الاهرامات هجمتها في الاعلام ايه اللي حصل انا اللي حصل قصة كان وزير السياحة في الوقت ده قال لي ان هي جاية تغنى في الغداء وطلبت قبلك فقلت لو حضر جاي مفتيج الساعة اربعة جات متأخرة وانا محبش حد يجي بتأخير موعيدي كده اللي احترم معادي يجي في معادل مفيش بامشي كنت هامشي لو لا الوزير رجاني جات متأخرة ولبسة زي كليومترة بتطبخ تر وجنبها حارس بتاعها طولو مترين ومصور وانا قابلتها وسلمت عليها وكان معايا واحدة خواجاية امريكية بتصور تابعي فاحنا اتكلمنا وبقى تشرح لها وبقى تقدم لها كتاب من كتبي في اللحظة دي قام المصور بتاعي اخذ لنا الصور خلص جات جينيفر اللي تابعي بتاخذ لنا الصور جال حارس زقها وخارج كاميرا ماها في الارض فكان منظر باشع اقتلوا من زي تعملوا كده وانا دي انا بيعزمكم انا اللي عزمكم يا حراس بيونسا دي والراجل ده برا والحراس جون فعلا وطردهم برا وانا قلت لهم انتوا ما احترمتوش لحنة ولا الاصار انا مش احترمكم فما طلعت برا جالي بعض الصحفيين كانوا واقفين قالك ايه رأيك في بيونسا قلت لهم شي ستيوبد القصة دي حصلت 2010 انا حتى الان لا اذهب لاي بلد في العالم غير الصحافة السؤال الاول ايه اللي حصل بينك وبيونسا الست دي وصلت من الشهرة ان حتى الان القصة اللي بيني وبينها بتعتبر من اهم القصص اللي حصلت في حياتها هروح مع حضرتك للفيلم الوطائقي عن مركز كيلو باترا اللي تعرض على ناتفليكس وعظهر كيلو باترا بملامح سودة وفي بعض المحللين ربطوا الموضوع ده بحركة المركزية الافريقية او الافروسنتريك اللي بتبداعي ان الحضارة المصرية القديمة اصلها افريقي رد حضرتك هو طبعا ده ده حقيقة ان الفيلم اللي اتعمل تعديد للافريسنتيك والكلام اللي بتقال وانا لما الفيلم طلع وجدت ان هم بزيفوا الحقائق قمنا عاملين فيلم ديكومنتري اصادر الفيلم الديكومنتري اصادر اللي اتكلم فيه علماء الافر اتشاف اكتر من فيلم كيلو باترا لان انا هجمت هذا الفيلم في كل مكان وقلت كيلو باترا لم تكون سوداء انا مش ضد العنصر السود اطلاقا انا بتكلم عن حقائق علم كيلو باترا كانت بقدونية حتى لو كانت مصرية مش ممكن تكون سوداء بالشكل ده وطبعا انا ما باجي ارد على فكرة على الناس دي ما بردش في الصحافة المصرية انا انا برد في الاماكن بتاعتهم سواء تلفزيون او صحف المهم وطبعا انا اولا شاكر ان الساد الرئيس عفتاح السيسي ارسل الى كل الوزارات المعنية خطاب يقول لهم فيه استغلوا زي حواس عشان يرد على الافروسنتج جول وانا فعلا بناء على تعليمات الساد الرئيس قمت بهذا الموضوع في كل مكان لكن الحادثة الاخيرة بقى انا كنت عندي في مايو يونيو اللي فات عملت الثلاثة وعشرين محاضرة الثلاثة وعشرين بلد في امريكا ف لما بناء على اللقاءات التلفزيون اللي انا عملتها والازعية والصحفية بدأوا يهجموني السود فتجمع اكتر من خمسين واحد في لوس أنزلوس يفت بتقول زي حواس كالزابر يفت تانية في نيويورك بيقولك ان هم عايزين ياخدوا من الدكتوراه اللي انا اخدتها من جامعة بنسلفانيا وانا ما استهلش الدكتوراه ده لكن بقى لما في بلد اسمعها سينسيناتي في اوهايو جوم قالولي في خمسين واحد اسود داخلين ومش عايزين يدخلوهم قلتولهم لا بالعكس يدخلوا دور قطعين تذكر من حققهم يدخلوا بعد المحاضرة ما خلصت قامت واحدة منهم قالتلي دكتور حواس احنا بنحبك انت ليه بتهجمنا احنا اصلا هزير حضارة قلتلها طبعا انا هكلمك بالعالم اولا في القسرة 25 يعني في نهاية العصر المتأخر قامت مملكة كوش حكمت مصر وطول عمر الكوش دول على عداء مع الفرعنة يعني انتو حكمتونا في نهاية العصر فرعوني تعالي بقى نشوف هل عندك دليل ان هم حكموا قبل كده لا بصوا بقى للمناظر من الدولة القديمة للدولة الحديثة الملك بضرب العداء بصوا شكل الملك قدامه النوبي والاسيوي والافريقي والليبي شكله ماليش صلة بهم الدولة اطلاقا فاذا ليس هناك صلة وانا مش مش بقول كده تقليلا منكم انا بتحدث عن العلم وبقول ان انتو ليس لكم لكم اي صلة ببدء الحضارة المسرية الست وكلهم قاموا شكروني وقالتلي على فكرة كان ده يوم 27 مايو قالتلي على فكرة بكرة تعالي الميدالة عيد ميلادك واحنا جاين نحتفل بعيد ميلادك وكلهم 2001 غنوا لي بعيد ميلادي وانا لم اجد امامي غير ان الدبوع كانت نازلت من عيني لانه كان منظر مؤثر بالنسبة لي جدا لكن باعتقد ان هذه الحركة دلوقتي انتهت تماما ومعاتش لها اي اساسة هل في امل ان احنا نوصل لمكان مقبرة كيلو باترا وبالتالي نعرف اصرارها والله احنا انا زمان جاتلي من 13 سنة واحدة من وقالتلي ان هي بتعتقد ان كيلو باترا مدفونا في معبد اسمو تابو زيش باجنة الغرب اسكدرية فانا عجبتني الفكرة فقلنا نعمل دعاية لمصر وعملت بعثة كاملة بالقافتي ودخلناها وبعد كده عادنا نحفر وندور ما طلعناش حاجة وانا بعتقد ان الملكة كيلو باترا بنت قصر في منطقة جبل السلسلة اللي كان فيها قصور الملكية كلها في اسكدرية جبل السلسلة اسكدرية اسكدرية وهي بنت جنب القصر مقبرة انا بعتقد ان هي دفنت في هذه المقبرة والمقبرة دي موجودة تحت المياه الآن اما تيجي بقى لمقبرة السكندر الأكبر احنا عندنا دليل لنا هي فعلا ان هو الدفن في اسكدرية لان عندنا وصف واحد بيصفلنا المقبرة لكن انت تكتشف كل اعصار اسكدرية كشفت بالمصادر بتشيل واحد ركب عربية بحمار واقع حفر الحمار طلعوا بقابر كوميس وقافة في كومي الدكة بيبنوا عمرات طلعوا المسرح والجامعة اليونانية فانا بقول ان اسكدرية دي كلها مبنية كل المنطقة الملكية دي في يوم من الايام نمي ابن عمراء لو قم اقبرة اسكدر الأكبر في المصادفة لانها حاجة ظريفة جدا انا قابلت اوليفر ستون اللي هو عمل فيلم عن اسكدر الأكبر في ايطاليا كان انا وهو بنتكرم في مهرجان اسمه مهرجان كاتنزارو فهو كان راجل غلس فقاعد جنبي واحدة ايطالية المرافقالية بقولها انت براته ولا الجنر الفيند بتاعته حاجة غريبة جدا دي بنت المرافقالية بتاعتها فاحرج البنت بنت صغيرة فانا جننت منه وبعين بقى بادي يقول لي ايه انا عارف مقابرة مقابرة اسكدر الأكبر فين قلت له استاذ ان ما تجي تتكلم عن الاسهار انت تسكت حتى عن السينما انت عملت فيلم عن اسكدر الأكبر انا طلعت بعد عشر دائمين بدء الفيلم لو كان فيلم التافي والراجل طبعا لانه عايز يقول لي ان اسكدر الأكبر اتدفن في سوريا لكن هو راجل مغرور جدا وطبعا كل الادلة بتقول اسكدر اتدفنت في اسكدرية ايه اللي دار بن حضرتك بين المشير تنطوي اللي يرحمه يوم 28 يناير 2011 بخصوص المتحف المصر لا انا حقيقة يعني اللي يرحمه انا بشكره بشكر المشير تنطوي لانه حاكتين عملهم الحاجة الاولانية ان يوم 28 يناير كنت قاعد في البيت فقدر اخرله انا كان فيه حضرت تجاول فلقيت خالد يوسف المخرج في كل مكان طالع قالك المتحف المصر بالسنة والصور كلها بتبين الناس بيتسلقوا صور المتحف المصري فهعمل ايه فقمت قدرت اصل بمعجزة ان انا اكلم المشير تنطوي والحقيقة ان الراجل بعد نص ساعة من المكالمة كان القوات الكوماندز المصرية دخلت المتحف المصري وابضت على العيال اللصوص واقمنت المتحف على قاعدة مستوى فاذا اقول لو لا المشير تنطوي كان المتحف المصري ده نهب وكانت تبقى كارثة والناس داخل الف واحد الالف واحد اللي داخل دول كان بدوروا على العاكتين الزبقى الاحمر ما فيش حاجة اسمها زبقى احمر والدهب ما فيش حاجة اسمها زبقى احمر ده عبارة عن اشاعة طلعها الفهلوية في مصر يقولك لو طلعت زور الممية هتلاقي فيها مادة لو خدتها تصخر الجل وتبقى غلي لا يوجد فيه حاجة تزبقى احمر ولا حاجة زي التليفون يا محمد تعالى هنقسم أمك هتقسم القصار انت اتكلمه يضحك عليك وديك قصار مقلدة ودلوقت بقى داخلين فيه اشاعة الموبايل يجيب لك فيه قصار في المية وعليها طين وقولك تعالى اشتري كلها قصار مزيفة فارجع تاني للمشير التنطوي واقولي الحاجة التانية ان انا لما جيت وزير للمرة التانية وحلفت اليمين امامه وقلت له ان الاثار بتسرق دلوقتي الحقيقة ادى تعليمات مباشرة للقوات المسلحة ان هي تحمي كل مناطق الاثار في مصر فالحمد لله ان رغم احداث 2011 وحصل ان الاثار مصرية بخير استاذ محمود سعد احد برامضوا حكى قصة طريفة وقال انها على عهدت حضرتك قال ان كان فيه مخبارة مميوات تم اكتشافها وتم نقل ام وطفلين من المميوات دي لأحد المتاحف بدون القب وان حضرتك جالك كوابيس متعلقة بالطفلين لغاية ما قررت تنقل القب معهم فاختفت الكوابيس احنا كشفنا او عملت الكشف مهم جدا في الوحات البحرية اسمه وادي المميوات الزحبية وادي ضخم جدا بحسة مصرية كاملة بتشتغل وانا كشفت مكبرة بتاعة راجل وطفلين المميوات على الأطفال كانت هايلة جدا فقمت نقلهم في المتحف اللي موجود جنب تفتيش القصار في مدينة البيوتية وسفرت عامل بحضرات كانوا بيجولي بعرفش يجولي في الحلم يعني احلم ان هم بيعجموني وبعدين طبعا النتيجة للهجوم ده بنام كتير فمرة مسافر انا بقى الساعة ستة الصبح نمت ملحقتش الطيارة مرة تانية عندي محاضرة في بلد صغيرة ما عندي أطفال برضو الهجوم بتاعهم نمت ملحقتش المحاضرة روحت بعد المحاضرة وتأخرت بساعة فحصل هجوم منهم علي بشكل غير طبيعي في أعلامي فاما رجعت روحت لوحات البحراء وشفت فقلت مية المية عشان ما نقلت شابوهم فقمت نائل الممية بتاعت أبوهم جنبهم في المتحف ما حصلش بعد كده ان انا شفتهم في أحلام لكن هذه القصة اللي ألاها محمود ساعد قصة عغير غير اللي يسمع كده التور زي يقول احنا عندنا فعلا لعنة الفرعنة لا مفيش لعنة الفرعنة شوف برضو رغم منها كله ان دي كلها بتحصل كل قصة لعنة الفرعنة عبارة عن تهيئات ومصادفات انا في حياتي مرة وانا بحفر عن مقبرة كريباترف في طابوزيروس ماجنة في المعبد وبنظف على تمثال على بعد نصف متر من راس وقع علي حجر خمسة وعشرين متر خمسة وعشرين كيلو لو كان وقع علي من على بعد متر ولا مترين كان راس فلقت جال عندي خرم في المقل انا في عيني عملت عمل ايه كل الصحافة قال لك ده لعنة كلي باته لما المكنة وقفت بتاعت الاشعة المقطعية في القصر وانا بحاول يعني افحص مميئة المالك تيت عنك خامون قال لك لعنة تيت عنك خامون كل الحاجات دي في رأيه مصادفات ايه لعنة الفرعنة حقيقة ايه لو انت قفلت القاعة دي تلت تلات تلات سنة وداخل هذه القاعة في جراسين مميئة او موادة عدوية المميئة والموادة العدوية بيعملوا جراسين غير مرئية لما بتدخل كعالم اصهار في البداية بتقرسك الجراسين دي بيموتوا لازم تحول اول سنة انا بعمل ايه لوقتي كل يوم بتطلع تابوت مقفول من اربع تلات سنة بنرفع الغطع ونسيبوا ساعة ولا اتنين لما الهوى الفاتر تقلوا الهوى النقي يدخلوا وخلات ففي حاجة اسمعها لعنة الفرعنة ايه حضراك قلت ان الرمسيس التاني هو ملك كل الملوك هو اعظم ملك الرمسيس التاني ده فعلا king of the kings وان لسه عامل عنه كتاب مهم جدا اولا ده عامل كان راجل ربه اصره عظيم جدا انجوز تمام ملكات اهمهم الفرتاني بنالها معبد في ابو سنبل بنالها اعظم مقبرة في التاريخ مقبرة نفرتاني فواذ الملوك كان ايضا محارب وعمل اعظم المعارك اهمها معركة قدر عمل اول معاهدة سلام في التاريخ بين مصر وملك الحسيين وبعدها تزوج بنتين من بناك ملك الحسيين بناء في كل مكان في مصر في كل قرية تلاقي تمثال يا معبد اي حاجة تمسيستاني هو الملك الوحيد اللي سابنينا في كل مكان في مصر اثر انا خاصيا في حياتي طلعت له دابل تمثال مزدوج جنوب هرم من كورع وطلعت له معبد فيه اليوبرس فعاها الاساس ان ما تقرنه باي ملك من ملوك مصر الفرعونية هو اعظم الملوك عشان كده انا بقولت هو ملك الملوك حضرتك سرحت ان تقريبا سبعين في المئة من اثارنا لسه لم نكتشفها هل ده معناه ان في كتير من اسرار وخبايا الحضارة المصرية القديمة احنا لسه معرفناش لا احنا احنا يعني اقول نتيجة لكشف رموز الكتابة الهيرغرافية او اللغة الهيرغرافية اللغة في السنة القديمة او الكتابة الهيرغرافية قدرنا نعرف كل حاجة هو بس يعني الاسرار اللي نفس اعرفها مثلا احنا بندور على هرم من الدولة القديمة ما الواحد اسمحوني نتشنا نلاقيه بندور على مثلا مقبرة الملكة نيفر تيتي بندور على مقابر ملوك لم تكتشف بعد زي مقبرة زي اعمال حتب الاول وارتقاط مستاني ورمسيس الثامن ملكات الاسرة الثمنتاشر مدفونين في مكان ما جنب ودي الملوك لم يكتشف بعد مقبرة اسكندر الاكبر مقبرة كيليو باتراك يعني دي الاسرار الجديدة لكن ما اعتقدش انه ممكن نكتشف حاجة عشان تغير لنا بحاجة في تاريخ المصر القديم حالك تقول ايه النهاردة عن الفنان عمر الشريف بعد اكتر من ثمان سنين على رحيله لا طبعا حضرتك كنت مقرب منه جدا انا عمر يعني لا انساه انا مكتبي هنا كله صور لا بيتي صور لا عمر يعني شخصية ليس لها مثيل ما اعتقدش ان مصر ممكن تجيب واحد بهذه الكفاءة الزكاء كلم تمن لغات على اعلى مستوى حتى عمل فيلم بالياباني وهو صريح صراحة مطلقة وهو معاده بالثانية عمره ما جاه في معاده اكتر من الاخر مية وانا طبعا كنا اصدقاء بنتعشى مع بعض كل ليلة دايما في بطعم ابلو طارق في الزمالك واقصى فترات لما حصلوا مرض الارزهايمر اللي قلت السنة خلال المرض دا كل صحابه اللي كانوا بيتمنوا ويجروا وراه عشان يتعشوا معا بالليل يعني شوف كان هناك صراع عشان واحد يوم ينول ان هو يتعشى مع عمر لما جاله الارزهايمر كلهم تركوه حقيقة وكنات كتير جدا بدأت تقولك على قاطب عمر الشريف وانا كنت اعرف عنه كل حاجة مش دا اتكلم في النقطة دي لكن اهم حاجة ان هو لما جاله مرض الارزهايمر ما كانش يعرف حدي عن انا وكنت اول ما قابلته كان جاي من روسيا فقعد بقى يتكلم ويخرف ويطلع المحفظة ووريني صورته هو صغير فعرفت بدأ ان فعلا مرض جاله فبيقول لها انا اعرف واحد انا صاحبي عايز اقابله قلت له مين يا عمال قال لي مش عارف اسمه اين قلت له بيشتغل ايه والرمال والطراب قلت له بيشتغل زيه حواس قال لي اسمه زيه حواس وقلت له مش عارف ان انا وقلت له انا عايز معي فبدأ بقى مفيش في حياته حد يعرفه غير زيه حواس الاسم يسرى لسه بتقول لي انا بعدت عزمه على العشن رفض ييجي خلت الشخص اللي راحل قال له انا زيه حواس طلع مش معاه فالمرض الحقيقي اثر عليه تأثير جامج جدا لكن انا ما سبتوش ولا يوم يعني انت لو عزمنا على العشن اجيبه معايا رايح ما كان في الظهر اخده معايا وما اقول له في التليفون اخليه كرر الكلام اللي انا هقوله تستناني تحت الساعة خمسة يستناني تحت الساعة خمسة حقيقة عايزة اقول ابنه طارق كان يعني عمله وعمل له كل حاجة وفي النهاية طبعا المتاعب دخلناه المستشفى وقعد خمسة ايام ما يكلس ولا يشرب واحنا عرفنا ان ان دي النهاية لكن هو كان عنده تلاتة وتمانين سنة وبصحة جاهدة جدا لكن دائما يشير الفنان لقوله شفت ان جسمه كان بيرفت لكن انا ما عرفش هذا المرض اللي عين اللي جاله ده يعني شف عمر كان منسافر مع بعض العالم كله وكان يبقى ساعد تخيل لما يلاقي الناس وهو واقف محدش عارفه الشباب الصغير ما يعرفوش عمر لكن يعرفوني لان بيشوفوا الهيستولي تشانل والدسكاوري الحاجات فكانوا يستواروا معي هو ما يزعلت يبقى ساعد جدا واما عمل اما اتعمل فيلم عن حياتي اجنبي هو قل بالنص حتى الفيلم موجود عندنا I was the most famous Egyptian before Zahi Hawass became the most famous Egyptian انا كنت اشهر مصري قبل Zahi Hawass بعد كده بقى Zahi Hawass ممكن حاك تدينا نبزة عن رواية خوفه وداية العيون الذهبية هو انا كتبت عن خوف في كتب علمية كتير جدا ونشارت الدكتوراه بتاعلي فقلنا نعمل نوفل فاتفقت مع واحدة فرنسية رزيمانتي وقلنا ان انا هي نعمل نوفل مع بعض فهي قصة حب طبعا كل الشخصات في الرواية صح لكن الحكاية دراما من عندنا هي قصة حب بين خوفه واحدة فلاحة اسمها حينوتسن من حبه فيها تجوزها هي غيرت حياته تماما خلاته يحب الناس خلاته يبني الهرم ويعمل اعظم هامره في الدنيا واتكلمنا عن الحياة في مصر الفرعونية كان شكلها ايه امه خوفه كان بتعامله ازاي زوجاته التانين كان بيغيره من نتسب فأجره حد عشان يقتله حطله السم وتحكمه يعني قلنا الفرعنا كانوا بالقادمين زي انا فانا عملت قصة بتبين لأول مرة الحياة في مصر الفرعونية ايام حكم المالك خوفه اللي بنى اعظم عرم في التحيخ نصيحة حضرتك ايه للاثريين الشباب؟ العشق مش ممكن تاخد وزيط الاثرد وظيفة عشان تقل منها مرتب اهم حاجة ان انت تعشق شغلتك وانا دايما بقول عشق للاثر خلى الاثر من حاجة صغيرة تبقى اعظم حاجة انا زمان لما كنت تمشي مع واحدة ستة وتقولي في شتغل ايه اقولها اثري تضحك ايه اثري ديه؟ يعني احنا عملنا الحمد لله من خلال العشق خلينا الاثر تبقى حاجة مهمة جدا في وجدان كل الشعب في بصف شكرا لحلق دكتور زاهي شكرا لحلق اعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية حوارنا مع الدكتور زاهي حواس شكرا لكم على حسن المتابعة والى حوار اخر تحياتي احمد العصار اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة